ثانيا توصيل المقاومات على التوازي في هذه الحالة يتم توصيل أطراف المقاومات مع بعضها البعض ويوصل الطرفين النهائيين للمقاومات بمصدر الطيار الكهربي ويلاحظ أن فرق الجهد بين طرفي كل مقاومة على حدة يكون متساوي أي أن V الكلية تساوي V1 تساوي V2 تساوي V3 بينما تتجزأ شدة الطيار على المقاومات طبقا للعلاقة I تساوي V على R ونظرا لسبات فرق الجهد فإن شدة الطيار تتناسب عكسيا مع قيمة المقاومات